والمجد لله دا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآக تحل علينا نعمات وبركت من الآن وإلى الآبد أمين نجيل هذا الصباح من بشارة معلمنا ماري متة البشير الجزء بتاع الموعظة على الجبل والتطويبات اللي قالها السيد المسيح من دمن هذه التطويبات طوبة لصنعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون كلمة السلام بنقولها في القداس عدة مرات لما أبونا يقول السلام لجميعكم لأن احنا كلنا محتاجين لهذا السلام محتاجين أن نكون في هدوء مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الله ولا يقتني هذا السلام كثيرين نتيجة أسباب كثيرة جدا أول حاجة الخطيئة لأن الكتاب يقول لا سلام قال إلهي للأشرار إنسان اللي الخطيئة مش أقول بيقع فيها ولكن متملك عليه ومصمم على فعل الخطيئة ومش عايز أن هو يتوب عنها أو مغلوب منها هذا الإنسان لا يشعر بسلام أبدا حتى لو كانت كل سبل الراحة أمامه حتى لو كن كل شيء متوفر لديه ولكن لا يجد سلام أبدا طب ليه يا رب ليه يا رب ما عندوش سلام لأن الروح القدس اللي جواه بيبكته باستمرار بيبكته على الغلط اللي بيعمله وعلى الخطيئة اللي بيقع فيها باستمرار فلا يشعر أبدا بهدوء وطمأنينة في داخله ظاهريا ممكن أن هو يظهر أمام الجميع أنه هو في سعادة وأنه هو فرحان جدا جدا وأنه كل حاجة قادر أنه هو يحققها ولكن في أعماقه وفي داخله هو في حالة حزن شديد جدا لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار طب يعني يا رب الآخرين يشعروا بسلام وهم في الخطيئة نفس الوضع بالنسبة لولاد ربنا لا يشعروا بالسلام الحقيقي ولكن يتظاهروا بالسلام بل أكثر بصراحة بالنسبة لولاد ربنا لا يشعر بالراحة والطمأنينة والسلام الذي يفعل القطية ويمكن دي نعمة من ربنا مديها لولاده أصلا لو حس بالسلام جواه هيتمادى في فعل الشر ويتمادى في أنه هو يظلم يتمادى أنه هو يفتري على آخرين يتمادى أنه هو يقع في خطايا تضيعه وتضيع أبديته فمن أجل محبة ربنا في بعض الأحيان يفقد الإنسان سلامه أحين على شنع لنفسه زي بالضبط القصة بتاعة الإبن الضال هو كان فاكر أنه هو لما هيخد كل ميراثه من أبوه ويروح يصرفه وينبسط هو ده بالنسبة له الفرح والسلام ولكن لم يشعر بسلام بل الكتاب يقول لنا ورجع إلى نفسه إزاي إيه اللي أنا عملته ده ده أنا كنت في بيت أبويا عايش في سلام وعايش في فرح وكل حاجة متوفرة إيه اللي أنا عملته في نفسي ده إيه اللي خلاني أبعد ويرجع إلى نفسه نتيجة أنه فقد السلام لفترة في حياته بإرادة أو بسماح من الله علشان يرجع ويقوله إيه ستعود بقوة أعظم يبقى أول حاجة الخطيئة تفقدني سلامي نمرة اتنين عدم الإيمان أو ضعف الإيمان يفقد الإنسان سلامه لو نتذكر مع بعض كده شهداء ليبيا وكلنا شفنا المنظر وهم رايحين للاستشهاد مفهومش واحد مضطرب مفهومش واحد مضطرب كلهم فيه هدوء وعلامات النعمة بين على وشهم كلهم رغم أن الموقف صعب ورغم أن الموقف اتقرر كذا مرة يعني يعملولهم كذا بروفة لهذا الفلم اللي هيستشهدوا فيه وهم في كل مرة فيه هدوء وسلام طب جبتوا منين هذا السلام ده إحنا عندنا إيمان عندنا إيمان قوي عندنا إيمان أن هذا الجسد سينحل وسينتهي ولكن شايفين السماء وشايفين الأبدية شايفين المجد السماوي واصقين في هذا وعلشان كده كانوا مملؤين بالسلام رغم الضغط العصبي والضغط النفسي والألم الجسدي ولكن كانوا فيه سلام غريب جدا جدا أذكر فيه مرة كنت قابلت مع أحد الأصقفة في إحدى إبراشيات المهجر فبيقول لي إحنا عندنا الناس ما تعرفش حاجة عن مصر غير حاجتين فبقولوا إيه يا سيدنا قال لي الأهرامات التلاتة وشهداء ليبيا الأهرامات وشهداء ليبيا الناس الأجانب اللي هناك ما يعرفوش غير كده عن مصر يعني شوفوا شهداء ليبيا دول بسلامهم وإيمانهم وثبتهم أصبحوا كرازة كبيرة جدا ليه الكنيسة القطية في العالم كله الإنسان اللي عنده إيمان في ربنا يقولك إن سرته في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ليه لأنك أنت معي خلاص أنا متطمن أنا متطمن وعندي إيمان وعندي ثقة أكيدة إن الذين معنا أقوى وأكثر من الذين علينا إليش عن نبي لما راح للمرأة الشونامية ووعدها إنها يبقى لها طفل رغم إن هي كانت يعني ما بتخلفش عاكر ولكن بعد تسع شهور ربنا وهبها طفل وربط الطفل بغاية لما كبروا بقى صبي وبعد كده مات الطفل ده فرحت لإليشع قالت له أنا ما طلبتش حاجة وربنا اللي اداني هذا الطفل وعملت حاجة غريبة جدا أخدت الصبي طلعته في العلية والمكان اللي كان بيبيت فيه إليشع ونيمته على المرقد بتاعه وثبته وقالت لإليشع الولد موجود اتصرف وكان عندها إيمان قوي جدا اللي اللي ادها الطفل هيرجعه لها مرة تانية وليش أكلم ربنا قال له من أجلها من أجل هذه المرأة وقام أو نام على الطفل وقوامه من الموت بقوة ربنا إيمان إيمان قوي إن كان لنا إيمان مثل حبة خردل نقول للجبل انتقل فانتقل الإنسان اللي عايز يعيش بسلام يثبت إيمانه تحت أي ظرف من الظروف حتى وإن كانت الظاهر يقول فين السلام وفين الطمأنينة والدنيا كلها فيها اضطرابات أوبئة والحروب وكل الحاجات ديه ييجي منين السلام أقول لك أصل السلام ده مش ممكن هيجي من الأمور الخارجية الناس بتبحث عن الفرح وعن السعادة وعن السلام من الخارج ومش هيلقوه لأن سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم إحنا بندور على سلام وأفراح العالم وعمرها ما هتدينه وعمرها ما هتشبعنا ولكن ربنا بقول لنا تعالوا لي أنا أنا هو مصدر السلام يبقى أول حاجة تفقدني سلامي خطيتي نمرة اثنين ضعف أو عدم إيماني نمرة ثلاثة عدم الشكر أو التزمر الإنسان ربنا مديه له كتير ومع هذا يتزمر نتيجة أنه هو ينظر للآخرين ينظر لما عند الآخر مش مكتفي باللي ربنا مديه له حاسس أنه هو عايز أكتر وأكتر فيعيش في حياة داخلية منقلب على نفسه مش شاعر خالص لوه في سلام رغم أن ربنا يقول له ده أنا مديك ومديك وحتى اللي حواليه يستعجبه فلان ده ليه متوتر وليه مضطرب وليه عايش في قلق وليه عايش في قلق من بكرة وهنعيش إزاي ولغالا اللي إحنا فيه طيب ما ربنا مديك الحمد لله مش بس مديك فلوس ولكن مديك هدوء ليه عايز بنفسك تفقد الهدوء اللي فيه داخلك ده الإنسان المتزمر الإنسان اللي غير راضي عن حياته عمره ما يشعر بالسلام أبدا والإنسان اللي شاكر ربنا على الأولي الأول كتير اللي عنده هذا الإنسان فيه فرح وفيه سلام حقيقي عمر الفرح ما هيجي بالغنى ولا بالمال ولا بالممتلكات يمكن شفنا ناس كتير جدا بسطة وعايشين حياة بسيطة جدا ومش هقول سكنين في أماكن بسيطة مش سكنين حتى خالص ولكن في داخلهم سلام شديد جدا جدا ليه لأنه شاكر ربنا احنا بنصلي باستمرار وصلت الشكر نقول عدة مرات في اليوم نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفيه كل حال وحفظناها من وإحنا أطفال في مدارس الأحد نقولها في كل صلوة طب بس هل فعلا أنا بقولها من قلبي هل أنا فعلا بشكر ربنا على كل شيء ولا بحاسب ربنا وجادر ربنا وتزمر على اللي بيعمله معايا ربنا يقول طب هتشعر منين في السلام ده مش هيجي لك سلام طول ما الإنسان غير راضي عن حاله ربنا يقوله إيه لن تشعر بالسلام ده ما يلغيش طبعا الطموح والرغبة في التقدم ولكن ارضى بما أعطاه لك الله ساعتها هتقول يا ربي معك لا أريد شيئا على الأرض خلاص انت ربي هو كفاياتي انت ربي هو الشبع الحقيقي بدعا بتاعي حتى وإن كان في مرض في عوز في ضيق في ظلم في أي حاجة معك لا أريد شيئا على الأرض ربنا يدينا كلنا هذا السلام اللي هو وعدنا بيه ولنا سلامي أترك لكم بس لا سلام قال إلهي للأشرار ابعد عن الخطيئة وتوب ثبت إيمانك وقوي إيمانك بربنا أشكر ربنا باستمرار هتلاقي في داخلك سلام لا ينزع أبدا لأن سكن الروح القدس الله في داخلنا يعطينا